اشتركوا في القناة حكاية اليوم مع الفنان الذي تجاوز المألوف وشكل لوحته الفنية الإبداعية على طريقته الخاصة حتى لقب بمجنون المسرح وأحيانا بالساحر ولكن ظلت أعماله هي الآسرة وهي الساحرة نصر فيه مثل ما نبغي وإنه ناوي تطاول على أعمالك الشمار لا عمي بس لنا لا تخليني أخليهم يومين ترى والله اللي عقك أنت وشارك وبيلتك في السكة الشيخة عمتي إني ما بتتأخر الحين بتوصل أتصلت في أمي ما ردت وظاهرنا زعلانة عليه أمك اللي ما يسمع كلامها تعلن عليه الحرب وبيديد عليها صدقين يا فطيم أنا محتار شعنده عمك ينقع من ورأيال لياكم الحضيرة هذا طارش من الساحل طارش من الساحل وعمك عبر الرصاص عيال إن شاء الله باتر ناشرين ألا تحسبت اليوم يا بوي اشتركوا في القناة حتى لو اشتتت قاماتنا سننبت ثالية سننبت ثالية يا زعيم الظلام هذا كتاب الله خذ واحكم به وإلا ربطنا إلى تدار الفناء وإلى الأبد سأسكت وأنت أيضا أسكت إذن ابن الإمارات وابن الشارق المتفرد في إبداع محمد العامري هو من سيحكي الحكايات اليوم وحمد الساك الله الخير النور والسرور الله سبحانك الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله رب العالمين أنا سعيد جدا أن جمعني لقاء معك بعد تسع سنوات آخر مرة في القناة الرياضية نعم في برنامج واحد من الثلاثة من تسع سنوات يعني التقيت عمدت معك لقاء فقط نعم وليس كان لقاء مثل اللقاء اليوم لا يعني سابقات وكنت المذيع ويانا وكننا الضيوف المشاكسين وياك دائما المهم أنت جاهز لمشاكسات اليوم والله أنا ما أدري ممكن أن تبدأ لكن لا ممكن أن أبدأ هذه قصة طويلة عريضة لكن أول شيء شرفتنا ونورتنا مش في المكان أنت أبني المكان هذا لكن في البرنامج ومن خلال الشاشة تطل في إطلالة مختلفة نوعا ما عن الإطلالات التي كنت تطلها في الأيام الماضية إن شاء الله بإذن الله جاهز أحمد؟ جاهزين إن شاء الله لحظة دعني أنا أتجهز بعد ذلك شو عندك؟ أنا أتجهز أنت جاهز أنا اللي لا أتجهز هاي شو تعرف شو أعرف شو أعرف مفاتيح تجوري أظن مفاتيح تجوري خليكم تجوري شيء ثاني قبل التجوري أنا يعني مشاهدين الكرام أول مرة أبدأ 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 الحلقة بهذه الطريقة يعني أتمنى على هذه الكاميرا ترون تأخذ شيء من اللي عندي أنا ها فضل ها أنا ببدأ حلقتي اليوم بماعرف شو أسمي هالأشياء محمد العامري هاش شو هاش شو محمد العامري لحظة 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 خلت شوية هي مصورتنا رأي خلت شوية هي ها قصاصات ثانية ها أنت كنت تشتغل في الحنة أبو أحمد هاي لقوشات لحنة شيء هاي بخليها أعطرف بعد هاي روحها قصة زيت عرفت موين راح أبدأ أنا الآن أمام فنان ها محمد يوسف أبو أحمد هاشو ها فاجأتني أول شيء أنا مادري ما توقعت أني راح أبدأ بها البداية صح؟ لا أحد مقتحم المكتب يتظهر عندي ما توقعت أني راح أطلع هالأشياء لا يعني هذا الموضوع قلت ممكن نتحدث عنه يعني نتكلم فيه في هذا الموضوع في هذا الجانب لكن يبتو الملف خلاص نفتح الموضوع أنا يمكن عندي الرسومات هذه بالآلاف طبعا في المكتب احتفظ فيها من أيام الدراسة من هذه بالآلاف 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 بالفعل بالآلاف يعني طبعا أريد أن أعرف هل هذا فن تشكيلي أنا طبعا أسأل هذا السؤال لأنني سألت المخرج والمعد قلت لهم هذا يعني أبو أحمد رسام فنان تشكيلي أقصد قال هذا روح قصة ثانية وخلي أبو أحمد يجاوك ما جاوبوني بس قالوا لي أن هذا يعني أبو أحمد ليس متخصص في الفن التشكيلي هذا شيء ثاني شو هذا والله أحد من الأخوان في التشكيل قالوا فن تشكيل وحد قالوا من اللي لهم علاقة في الجانب شو بنسبال لك أنت شو بنسبال لك أنت أنا بنسبالي شوف اللحظات البحث عن الفكرة وبعض اللحظات اللي أسرح فيها تلقائينا القلم على طول تم شخبط وتتشكل عندي هذه الصور حتى في الندوات التطبيقية بعض الأحيان أيوه في موقف طريف طبعا في يوم اللي يام الأخوان كانت عندهم مداخلات بعد ربع ساعة يمكن ولا أكثر الأستاذ غنام قال أنتم تتحرون محمد يدون الملاحظات محمد قاعد يشخبط ويرسم قلت لبالعكس هذه هي الملاحظات حتى الملاحظات تتشكل عندي على بشكل هذه الرسومات الله يخليكم متابعين الكنام حين لو مدرس يشرح أو أنت حاضر عمسي أو ندوة والكل يشوفك تكتب أصبر 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 الكل يشوفك تكتب شوية المدرس نعم محتف الفصل أي المدرس يقول لك محمد شو تكتب آخر الورشة العامري طالع بهاي يقول لك محمد يقول لها ألخص هذا تلخيص نعم والله الطاولة عندي أيام الدراسة كانت أشبه بهذه الأوراق أبغي أفهم أبغي أفهم فهمني يعني والله يشوف خليه يقول لك شغلاء يمكن هذه هي الأفكار التي تتشكل بهذه الصور ومعظم الأعمال التي انطلقت من خلالها كانت مورا هذه الرسومات وبعض السينغرافية والسينغرافية في الأعمال الضخمة أيضا التي الحمد لله نلت فيها الجواز على مسلوى السينغرافية على المستوى الخليجة وعلى المستوى الإمارات كانت من خلال هذه الشخابيط في طريقة تفكيك النصوص التي كنت أشتغلها لكن كانت ملازمة قبل المجال الفني لأن من أيام الدراسة وحتى إدران الصف والطاولة التي عندي كلها كانت عبارة عن هذه الرسومات ومحتفظة بمجموعة كبيرة منها الصراحة بعضها الكشاكي اللولية كشكول لملاء اللون الأحمر كشكول لسود كشكول الفصل ألخص الكلام أنت ترسم أفكارك بهذه الطريقة أرسم أفكاري لكن بعد يمكن الامتداد لأن أنا والدي أبوي الله يحفظ العلاقة بالخط سبكتني سبكتني بالسؤال عن الوالد مزيد الوالد كان يخط خطة جميلة فيمكن أن تشوف الوالد خط فبديت أنت ترسم وغيره الوالد علمك أشياء ثانية والله أشياء كثيرة يعني شوف كنت يوم نصير عند المطوع قبل يفتحون مركز السلوال الفارسي القديم طبعا البداية هو مركز بسيط الآن مدرسة عودة ما شاء الله لكن نصير عند المطوع عقب تأهلنا تكبرنا نحن فحافظنا أجزاء من القرآن كانوا معنا واحد من الإخوان من ربعنا من منطقة القاتسية يوسف الرئيس واحد من الحفظة طبعا اختاروا مجموع يودوننا في سعودية مسابقة كانت حفظة القرآن طبعا نحن مبنفس المستوى قل طبعا لكن الحمد لله أجزاء عادنا حلباجين اللي موسافرنا أعطونا كل واحد مصحف أعطونا قرآن هدية وكتبوا موسامينة في المصحف وإداءة وفي البيت عادنا كبر طلعت من البيت والمصحف موجود باسمك يعني إهداع للطالب أو التلميذ يعني شغلة زمان كان يساوي المهم والله الوالد طبعا أسير لو يشوفني يتابعني يشوف أني ساعات متراجع في بعض الأمور أو ملتزم في بعض الأمور فيزقرني يتصل ويقول لي تعال إلى أست صبر شوي بطل الكبر طلع المصحف قالت ذكر على المصحف والله يعطوني فيها المناسبة اسمه منوه أقول هذا اسمي منزين أشوف دام منك أنت كنت وعطينك هذا المصحف وانت حقا ما تلتزم شيء ما بمصلي هاليوم الجمعة والأمور هذي كله يقول إن شاء الله ويسامحني ويرد القرآن وطفنا السالفة عقوب إيران الله كرم بالخير وكفيفة ما ما يشوف فكتسير ويا المسيد فمرة طايف حدانة مستعيل على الملعب بسير راد الفريج هناك وقال تعالى محمد بسير طفت عادة هو يحس ساعة تزقرني يا أخي تلومت ما رديت كان أصير عادة مستعيل يعني فعادة وصل الخبر عنده وزقرني بطل الكبت وطلع القرآن قال تذكر هذا المصحف يعطي القرآن يوم أنت جنز ما حقه لا تصير هذا أبوك هذا عمك هذا بتيويا ساعت بستعيل عن الملعب وما بسيويا قلت له إن شاء الله أبو قال زيادة القرآن على ثلاث أربعة مرات ظاهر صار هذا المصحف في البيت الوارد حسنا يذكرك بعض الأشياء يوم اليوم وليس وقال ما أدري بعد مصحف كيف أدري أضعه فيك عندك في الميت وضعه أشياء الحمد لله فتدري كلهم الأوليين عند دروسهم كلها عبر ممكن يقولوا لك الكلام بشكل مباشر ممكن يقولوا لك عن طريق مثال حي بس جميل هذا الموقف يعني إن الوارد يذكرك بفضاء الأعمال من خلال مصحف يمسجل عليه اسمك جميل الموقف تسوي هذا الحمد لله الحمد لله لكن طريقة ثانية مثل المسرح يشوفوني بالصورة مثل ما يعني ما أوجهه لهم الكلام بشكل مباشر لكن يشوفوني شو اللي يسوي على أساس يقلدون لأن الصورة هي اليوم بعض الأحيان الكلمات مؤثرة لكن بعض الأحيان الصورة أيضا مؤثرة والفعل جدام الأبن ينعكس هذا الشيء بشكل إيجابي محمد العامري على فكرة نعم وائد من الناس لا يعرفونك على الرغم من أن نصنفك أن أنت واحد من أهم الفنانين في دولة الإمارات بل في الخليج بل في الوطن العربي لما أقول دعني أكمل الفكرتي لما أقول محمد العامري واحد من الفنانين القلة في الوطن العربي هذا الكلام ليس من عندي أنا هذا الكلام سمعته من بعض كبار المسرحيين أن هناك عدد محدود ومعدود على أصابع اليد من الفنانين الذين يقومون بأعمال السينغرافية بشكل متكامل ومحترف في الوطن العربي ومحمد العامري واحد منهم الحمد لله رب العالمين رقم واسم هذا نعم بس ليش ليش مختفي ليش شهرتك ما وصلت هذا المنجز أشوف يمكن أنا مقلب في جانب الإعلام اليديد هذا أو السوشال ميديا هذا واحد نعم وتشوف هذا شي جيد أو إيجابي أو سلبي أنك مقل والله أنا أشوف حالات يعني في ناس يعني في هذا الجانب يكثرون من الحضور وهذا جانب سلبي وفي بعضهم يستخدمونه بشكل جيد لكن أنا ما قدرت أتعاطى مع الشيء اليديد هذا خليت الإعلام الرسمية التقليدي أنه يغطي الفعاليات بالعكس هو المصداقية لكن السنغرافية هذا سبب نبيت السنغرافية السبب الثاني محمد العامري مقل في التلفزيون في الأعمال التلفزيونية دراما وغيرها هل ما تعرض عليك هل أنت ما تبقى شو موضوعك والله شوف الأعمال الدرامية في فترة من الفترات قدمنا أعمال جيدة لكن النصوص التي تعرض على واحد حاليا بعض النصوص يعني ممكن الواحد يتردد في يوافق عليها الموضوع الثاني ممكن ذكرت في أكثر من لقاء أن المسرح والشغل يشتغله هو مشروعي وأنا عارف شو أقدم فيه لكن أنا في المسلسل هو مشروع ضمن الآخر ضمن مشروع شخص ثاني ممكن يقدم منتج جانب تجاري أو جانب إيجابي صحيح فأنت تكون جزء في هذا المشروع جزء في هذا المشروع وتردد وخاف لأنها مسؤولية جدا المسرح تشوف أن هذا مشروعك نعم لدي فيديو بس قبل الفيديو أريد أن أعلق نعم محمد العامري لا يقدم مسرح كوميدي صح؟ الكوميديا الجادة كوميديا الجادة دعني نقول ما بمسرح تجاري ولا مسرح مسرح متزن دعني نقول وقال يعني المعتزن عندك صديق كوميديان خليجي من الصف الأول دعني نقول وحريص كل الحرص أن يحرص أعمالك الفنية التراجيدية المسرحية وإنما كان تصنيفها نعم أنا مستغرب طبعا من هذا المزيج لكن قبل أن أتعلق دعني نشوف هذا الفنان كوميديان صديقك اللي يحبك شي يقول بعد أن نرجعنا على الأقل نشوف يا لك فلو محمى شخصية مريحة ويتقبل وطيب وكريم وحنون كأب الحنونية هذه يعني مو كل واحد يمتاز فيها هو حنون لدرجة عجيبة غريبة يعني فهو كإنسان جميل رائع هادئ عصبي من داخله ويطلع حرته بشغله أنه يبدع فيه دائما يقولون عن الطيب هذا مساوى الواحد أنه يكون طيب وعيد بس أنا ما أشوف أنه يعني مساوى هذا تحبب الناس فيك وإذا الله حبك حبب عبادة فيك مثل ما شرحنا جوانب يعني شاب طموح ويعجبني مو خريج مثلا معاهد أكاديمية لا لكن خريج الحياة الفنية والعملية التي تمرسها مع فنانين سواء من المرات أو خارج المرات أحب الأخراج يعني كثير من الفنانين نقولك لا يبقى أبي تمثيل فهو حب أنا أعتقد أن الأخراج هو يتكلم عن شخصيته يعني خصوها في بعض الأشياء أقول محمد هذا بخاطرك تقوله يعني في أعمال من غير ما أحدد أقول محمد أنت تبقى تقول شي حتى فيه كاركترات ساعة في العمل اللي يخرجه أقول محمد هذا شي داخلك تبقى تقوله فمحمد طيب جدا ذوق ما يجرح مجامل يجاملك لكن ما يجرحك ويقول لك اللي بخاطرة وانت تتقبله بكل سدر رحم طبعا تحية كبيرة للفنان دكتور طارق العلي ابو محمد الكوميديان الجهيل في الحقيقة اللي احنا كنا نتابعه ونفرح ليش يتابعك طارق العلي بشكل سريع طارق العلي من أول لقاء كان بين المهرجان الخليجي كان في البحرين وشافني صعدت المنصة أكثر من مرة تكريم تكريم ومشاركة وتبادل دروع الوحيد اللي كنت أصعد قال لي تعال انت منو لا انت رايش وفد لا انت منو تعرفنا وكان الوسيط بيننا طبعا رحمة الله عليه الفنان حميد سنبيج والفنان ياسر سيف من مملكة البحرين الله يحفظه فتعرفنا وياللي المعرات بدأ يشوف عروضي طبعا ويتابعها بشكل كبير جدا ويحترمها لدرجة ان في بعض الأحيان كان على وشك السفر وانا بيسافر لكن كان حريصا ان يحضر البروبات الأخيرة او يحضر حتى العروض اللي كنت عرضها في الكويت كان حريصا ان يدعو كل زملاء اللي كانوا في المعهد او اللي كانوا مشاركين يحبون هذا المسرح بان يحضرون هذه العروض ويستفيدون يستمتعون بهذه العروض الجادة اللي ما تقل أهميتها عن العروض الجباهرية اللي هم يقدمون لذلك انا احترم اصرار وحرص اخوي الفنان الدكتور طارق العليب ان يحترم ايضا هذا المسرح الجمهور ما يعرفون هذا الجانب صحيح يعتقدون ان طارق فقط كوميديا وكذا حريصا ان يحضر هذه المسرحيات وكان حريصا ان يحضر معظم مسرحيات طيب طارق اتحدث عن موضوع الدراسة بشكل سريع انت ما كمل دراسة الجامعية يا باحمد والله للاسف حاولت لماذا ما قدرت ظروف من كانت تسمح ظروف الاجتماعية وكنت في العمل على طول وكنت في المسرح وكنت في التلفزيون وحصلت على كرسي باني أدرس الاخراج والتمثيل هذا الكلام لأبا حصلت ملحة دراسية عن طريق ترشيح جمعية المسرحيين للتعليم العالي حلو وبسير امريكا حلو حاولت اني حصل على اجازة دراسية ما قدرت قدمت استقالتي اه لاني سافرت ولاني مداوم اشتريت طرات تبوا تصرف يما تشمر جبابي في ريج قلت له يلا نتعاون ندش البحر نأسس للطرات بعموان الباتر وأنا بسير امريكا وعلى الطرات بيكد علينا ما قدرت انا رديت التلفزيون مرة ثانية لكن الحلم ما زال ما زال تفكر باستقمال دراسي نعم أنا يمكن عوض في الجانب العملي والبحث والقراية والبحث عن كل المصادر وسمعت انك تقدم ورش وندوات ومحاضرات حتى في الجامعات حتى في الجامعات نعم قدمت ورش وشاركت في ندوات في اكثر من مكان وما انحرج من هذا الموضوع اني انا كنت ممكن اقدم لطلاب سنة رابعة وثالثة محاضرة وحدة وندوة وانا عندي ثانوية عامة فقط لا غير لكن انا عوضت الانساني عوض ترى ما يوقف عند هذا العلم صحيح بالشهادة لكن ايضا الكتب موجودة والمصادر الموجودة ممكن الواحد يستزيد من هذه المصادر طارق العلي يقول ان محمد العامري احيانا يقدم شخصيته من خلال عمله يعني تشوف المسرحية تقول له محمد هذا انت هاي القصة انت اصبر لحظة خلكوا يا اي امزل واكثر شيء اكثر مرة سمعت هاي الجملة عن محمد العامري ومقدم مسرحية من هو كي يقش في جحور اسئلتني يصعب تبيانها من هو كي يزرزع كل هذا تقول هاي هاي مسرحية المجنون صح؟ نعم انت كنت تتكلم عن نفسك؟ سؤلت السؤال من قبل صح؟ نعم المجنون كالمخرج المجنون وليس الشخص يعني اعترف انها هي نفس المعادلة سواء المخرج ولا محمد كان في هذا الموضوع لكن شوفوا اي انسان اليوم امام مجموعة من الضوضاء والتداعيات الموجود الشارع العربي امور كثيرة يعني في بعض الاحيان ما يقدر يحدد شو اللي يبغي بالضبط يدخل في ان امام اشياء كثيرة جدلية امام لا علاقة بالجمال امام امام علاقة بان يعود ويحاكم نفسه هو الشخص نفسه لذلك من بدأ بهذا العرض اللي بديت فيه انا بديت ان يفتتح والشاشة ما كانت واضحة والعلام ما كان واضح بان يقود الناس الى جهة مجهولة او والعلام الجديد يعني كان والدعوة الى ماذا اليوم اليوم وصلنا في مرحلة من المراحل في فترة فترة الماب ان من يعمل الصواب هو من يهاجم يعني اليوم ف بالفئر كان الامتداد بمن يفعل هو الصواب يعني يعني يوم بقولك محمد العمر انت مجنون انت ساحر وهي الطلاسم اللي عندي هاكل اثرا مجنون هي جنون الجمال جنون الفن والجنون بالجمال هذا ادى الى ان محمد العامري يصعد على خشبة المسرح ست مرات بعد تتويج هذه المسرحية يعني طارق علي ومشافك في البحرين صاعد نازل صاعد نازل انت متعود على الجوائز وحصدها الحمد لله ما شاء الله تبارك الله يعني لكله مجتهد النصيب طيب في هذه المسرحية انت لم تأخذ جائزة عن الصوت لكن في اغلب مسرحياتك كان كذلك معظم المسرحيات معظم مسرحيات كان الصوت فيها شيء مختلف ومغاير عن كل الأعمال عندك شريك في هالموضوع صح نعم هو الفنان ابراهيم الاميري طبعا حتى لما كنت اشتغل ويا الاستاذ الفنان عبدالله المنائي كان ايضا هو مصمم ومؤلف في الموسيقى التصويرية والمؤثرات ابراهيم اشتغل فيها اكثر من 15 عام اكثر 20 عمل خنس مع ابراهيم موجود ابراهيم موجود فضل ابراهيم اول عمل اشتغلت مع اخوي محمد العامري اللي هي مسرحية عساخير اللي كانت من اخراج الفنان عبدالله المنائي وخلال هذا العمل اكتشفت شيء في محمد محمد يعني فكرة ما شاء الله يعني غريب غريب جدا وما يرضى باي شيء ودقيق جدا في الشغل جدا جدا دقيق حتى في الثواني وحتى في اختيار الآلات واختيار الطبقات الموسيقية والسرعات فدقيق جدا جدا في هذا الموضوع و أحب أقول بكل صراحة أنا شخصيا استفت من محمد بشكل كبير في مجال المسرح يعني استفت منه وتعلمت منه وفي كل عمل صراحة يعني أنا أستفيد منه في شغلات جديدة يعني أذكر آخر عمل اشتغلت الرصاص كيف تقدر أستفيد فهذا كان تحدي كبير أنه لازم يكون ماشي على زمن معين و شكل معين فالموضوع كان جدا صعب وكان تحدي وصراحة كان أول مرة حد يطلب مني هاي الشغلة فقلت لعطني يوم خلني أفكر كيف أقدر أضبط لك هذا الموضوع لأنه كان طلب جدا خاص وصعب فالحمد الله يعني قدرت أوصل إلى شيء يرضي الأخ محمد و اشتغلنا في هذا العمل وأنا صراحة جدا أفتخر في هذا العمل لأنه كان تحدي كبير والحمد لله فست في جائزة في هذا العمل وأذكر أنا أول ما خدت الجائزة صرت عند محمد قلت لهذه الجائزة لك قال لي لا أنت الاشتغل قلت لي لا محمد كانت فكرتك أنت من البداية أنا نفث لك اللي أنت تبغي وأحب أسأل محمد يا محمد ليش تحب تشتغل تحت الضغط يا محمد يا محمد ليش تحب تشتغل تحت الضغط ليش تأخر العمل الناس تشتغل من 4-5 شهور تستعد لأيام الشارقة المسرحية والعامر يجمع فريقة على فكرة قبل المسرحية 10-15 يوم ويأخذ ويأخذ جواز ويأخذ جواز ليش تحب تشتغل بالضغط والله شوف ما أدري ما أعظم الأعمال كانت تحت الضغط لظروف كثيرة ويمكن أنا راعي أضغط ونشتغل كم ساعة نشتغل في اليوم وصلنا أكثر من 15 ساعة في اليوم نشتغل أضغط نفسي وأضغط البيت وعيالي والدوام طبعا أضغط جمالائي ما أدري لكن التحضير عندي أكيد فترة طويلة قبل الضغط هذا قبل الأيام الأخيرة بالنسبة للعمل أنا عندي شهرين من التحضير أحضر العمل بينك أبدأ أشتغل بهذا الشكل والشيخ هبيط التي كانت رأيتها من البداية هاي تجهيزات عالسام معنات أنت تشتغل قبل أنا قلت عشرة أيام لا أشتغل العمل الفعلي هو الضغط هذا خلال أسبوع أسبوعين عشرة أيام أستاذك أو أحد أساتتك عبد الله المناعي عبد الله المناعي نعم يعني أنا بدون ما أقول أنت عرفت من عبد الله المناعي نعم الله يحفظه ويعطي الصحة والعافية يعني من خطواتي الأولى طبعا أول ما أصلت المسرح أول مرة طبعا المسرح أدال بيت نطق تلقات سير كنت أمر إلى الوالد وأشوف المسرح أقول أبو يبسير المسرح المزمان المدرسة نودينا يمكن سنة 77 78 ودونا رحلة مدرسية لقنصير الكويتي كان يبقوا مسرحيات الدماء وعرائس شغلات نسير فالمسرح أدال بيت أمر مرينا 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 قال أنت بعدك حين سادس والإعداد يوم بتاخد ثنوية قلت لا إن شاء الله شاهد الإعدادية لأنا قبل عدنا شاهد الإعدادية قال لا بتاخد ثنوية وديك المسرح أدال بيت والله خلصوا سيرة المسرح طبعا أنه دخلت في مسرح خالد أذكر منطقة لمصلة عدنا في الشارجة والمناعي جابر نغموش والأستاذ أحمد برحيمة وخالد تربع الفنان خالد تربع الله يرحم والفنان عبدالله أبو عبدالله الله يعطيهم الصحة والآفية المجموعة والفنان علي خميس وجهة تحييطان كلهم موجودين كانوا فتحت الباب أنا لا أعلم ما تفتح الباب على أحد يشتغل المناعي واقف شخصية ما عرفت أنه الله يعطي صحة الله يعطي في مسلسلة شعفان ما عرفته ينست شو عندك كنت أنا يمثل قال خلك يارس ربع ساعة مشتغلوا بروفات عقوب مرة ثانية يوقف البروفات قالت بمثل وصعدوا إياهم صعدوا إياهم دقائق من التمارين عقوب شهرين أنا في بغداد صرنا مهرجان بغداد وبديت البداية لكن الداخل هذا الموضوع مع هواية ثانية كنت أحبه اللي هو هواية كرة القدم أنا كنت لائب في النادي سمعت هالكلام نعم لكن لعبت يقولون مباراة وحدة لا وصلت أنا من ثلاثة ثمانين للعب في النادي لكن وصلت إلى بداية التسعينات ولعبت مباراة وحدة وفي الفريق الأول قبل بداية الدوري يعني مباراة رسمية وحدة بس ما كانت رسمية والله بعد قبل الدوري تحضير للدوري ما يبدأ الدوري أقب ثلاثة سابيع وعندهم التحضيرات ولعبت هذه المباراة أظنني وإلا أهلي لعب وتعادلنا أظنني في الامباراة لكن شوف ما باب رياضة وايد ما بطولت رياضة تردل الفن أبارد لشيء نذكر أسماء هناك مسيرتك طارق العلي عبدالله المناعي ذكرت الوالد ذكرنا أسماء وايد أريد أن أستمر في موضوع الأسماء هناك اسم وايد تكرر في حلقات برنامجنا مع الفنانين عندما نذكر عبدالله المناعي الله يعطي الصحة والعافية الله يعطي الصحة والعافية نذكر أحميد سنبيج الله يرحم الله يرحمه وغفر له أحميد صديقنا مشترك وزميلنا نعم كان يتمشى في طرقات هذا المكان كان يتمشى في أروقة المسارح في إمارة الشارقة عمل معك عمل عرض العمل مرة بحضوره ومرة من دونه نعم صح؟ مع ذلك بعد وفاته قدمته نعم دعني أذكرك بس نشوف 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 بعدين نشوف نعم مرحبا وباركة فيكم أجمعين أجمعين شو الأخبار؟ شو الأمور؟ إن شاء الله مرتاحين؟ إن شاء الله مرتاحين؟ يا شباب الله يعطيكم القوة والصحة إن شاء الله 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 يكون للقادمة أفضل وأفضل وأفضل وهما يكتب الله خير ومبركة الحمد لله حبيبي تحياتي تحياتي لكل شباب الله يرحمه وغفر الله حميد سنبيج ما نبغي نعلق على موضوع حميد سنبيج خلاص يعني الخير والبركة في الشواب الموجودين بنتم أوفيالي هذا الصديق الزميل ندعو له في كل يوم في كل حلقة في كل في كل عمل نتذكر كنت تعب وايد في الشغل تراني تعب شو كنت تصويب أبو علي الله يرحمه الله يرحمه أقول أبو علي ما تأزم عندي فكرة الشخابيط ما سوت شيء والأمور ما سوتها تعالي لسوياي فعادي يطرح لي دائما أدور اللي يجادلني ويشاكسني يعني اللي يطرح فكرة وقوله لا فأنسى بواحد كان وياي فيطرح وياي لأفكار أقول له عشان أثبت في الفكرة اللي أنا عندي اللي أنا مختارنها وهو باله طويل صحيح باله طويل الله يرحمه كان باله طويل ومساند لكل الناس اللي يعرفه واللي ما يعرفه حتى الإنسان في آخر أعمال حميد سنبيج أو من آخر أعمال حميد سنبيج اللي يصار المشهد مشابه حميد شارك ثم عرض العمل بعد رحيله فيلم خور فكان نعم صحيح فيلم السينمائي العالمي خور فكان تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة أنت كان لك دور في هذا الفيلم نعم غير التمثيل نعم شو دورك؟ دور كنت مخرج الكاستنج اختيار فريق العمل بناء على المواصفات الموجودة في الفيلم طبعا اختيار الأطفال اختيار الشخصيات الأخرى بالنسبة لهذا العمل كانت مسؤولية كبيرة صراحة في أن نحن نختار هذه الشخصيات قدينا الكاستن طبعا هذه المجموعة الموجودة طبعا بناء على معايير موجودة الأصوات طبقات الصوت مثل ما تقول الطول مهمة صعبة كانت مهمة صعبة نحن لأن الفيلم عالمي وانت قاعد تختار ممثلين نعم فيلم عالمي بعدين هذا الفيلم لعدة رسائل عدة رسائل ونجاحات كبيرة ونجازات على الصعيد الشخصي أو بالنسبة للفنانين هذا نجاح يحسب لكل الفنانين ومشاركين بالنسبة للهن فيلم خورفة كان السينمائيين اللي كانوا يطمحون بأن تكون هناك انطلاقة قوية بالنسبة للسينما الإماراتية هذه انطلاقة قوية جدا بالنسبة للسينما الإماراتية وحقيقية بالنسبة لأهل المنطقة وبالنسبة للتاريخ هو إرث يتذكرون الأبناء اليوم يعرفون أن هذه النجاحات ما يتمن فراغ المحافظة على البلد وهذا الإرث هذا مسج آخر وإنجاز آخر يعني على كافة الأصعدة بالنسبة للتقنيات هو امتداد لكل المشاريع طبعاً اللي كانت في خورفة كان من المنطقة الشرقية بالنسبة لنا يعني رسائل وإنجازات ويعني لكل المشاركين لكل المشاركين اللي كانوا في هذا العمل طبعاً يعني نشكر صاحب السمو على هذه المكرمة وهذه الهدية وهذه العطاء لكل الأبناء الصراحة يعني يحرص سموه بأن يضع أبناء على الطريق الصحيح أو يعني على الدرب بأن يفكرون وينهجون هذا النهج عفواً ويحافظون على هذا المنجز طيب أنت الآن غير التمثيل بتكلم عن التمثيل عادة ذكرتني شيء بالنسبة للاختيار المثلين أيوة أيوة اختيار المثلين هاي موبيل أول مرة تختار المثلين صح؟ شوف قصة قديمة عندك قصة قديمة أباه بسرعة شوف طلبوا مني في يوم من الأيام زمان بالنسبة المثلين يعني ناس متطوعين وشذبوا هذا فكانوا بسرعة يعني في كم؟ في بداية التسعينات طلبوا مني مجموعة أظن للتلفزيون مجموعة من الشباب يتطوعون ويتسابقون وتدريب يوم في مساحة وطبعا نستعراض بالسيارات ونستعراض عادة أنا بطل الموضوع على أساس أتعور كان برنامج توعي ليس الدراما برنامج تابع الأسرة من خراج زميلة بتساهم الشاي بأظنني وتصوير أخونا عبدالله السركال طيب فالمهم صرنا طلبوا منك أسير أي منجموعة من الشباب أشوف أدبرهم مؤثرهم الذي عنده جيتي والذي عنده هذا المهم والله صرت المرقاب ويا أنا رابعنا سعد الدوسري فتحي الدوسري يمع سلطان الشامسي الياهي دعنا أذكرهم ما اسمه العامري أتعدل أسماء عندي صلاح العوبد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك العامري رابعنا قلت لهم تعالوا ما نطلعكم في التلفزيون والله والله قلت يلا شدوا حيركم والله ويمكن ثلاث أربع ساعات يستعرضون خذنا اللقطات اليوم الثاني لا اللي عقب عرضوا الحلقة حل كاتبين هناك الشباب الطائش طبعا والكلام هذا أيوه شوف شو سوف الولد هذا واصلون صار عاجز ويمشي ونجلب في السيارة ولمور هاي كلها طبعا هم هاي الكلمة ومواكفينهم طبعا طابور والشباب صورهم سياراتهم طبعا الشباب الطائش يعني سعد قال لي محمد الحق الشباب المرقاب يدورونك خير شو مستوي قلت تكتب عنهم شباب الطائش وفي التلفزيون اللي يدام في الجيش واللي يدام في الشرط والدفنة ولي يدرسوا لي هذا مزين لو مش رديها محمد سرت الدميم وليس ربطابي شرات شرات نعم هاي لأنك لو رديت المرقاب لا 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 أظن الشاعر سعود بعد وياها من مزينيت أظن الشاعر بعد ويا المجموعة مجموعة كنا والله وإبراهيم البشر يعني ويانا من رابعاني طبعا على طار الشاعر خالي أقولك عادة ما عليه المهم ونحن عادة صلبي واحد كان في دور الأبو أقبل حادث أقبل ندور واحد من اللي هو يزورني في المستشفى عساس أنني متعور عادة متى عادة قوم تصوبي قالوا تعالي ترابو فلان توفى وفي لقطة في البرنامج المسجدينة والد ربعين اللي توفى ومبدو هات لنا الشريط ومسامحينك يا أخي بس دعم شفع لك أن الله يرحمه كان بالفيديو والناس سامحوك الله يرحمه طيب على طار الشاعر كنت أقول لك نعم أنت عندك أصدقاء ما شاء الله في كل الجوانب الحمد لله رب واحد من أصدقائك شعراء يريد أن يسمعك شيء لكن دعنا ننتقل لأننا ننسيه هناك ونسمع ما يقول شاعرنا على راحتنا إن شاء الله ممكن فضل واحمد إن شاء الله أهدي هذه الأبيات المتواضعة إلى أخي العزيز الفنان محمد العمر يقول واسع خيال وفي عيونه مسافة فيها من الإبداع ما يوصل الياب إنسان تن وعقل فكر وثقافة ملهم وداد وريشة الحرف يمناه لا سهل عنده ممتنع أو كلافة تصعب عليه وتلوي إدراع دنياه إن قاد شفنا الفعل زافة وزافة وإذا فعل سكر على حاسدة فاه طيبة بدون عيون كل حد شافة والذوق ما يقدر يجاري مزاياه مجرى نهر ما يوم أعلن جفافة يسكي خلايا المخ والقلب من ما هذا محمد ليس قاني نفافة عز الصديق اللي يبدأ الفخر وياه مسرح بداياته وعصر احترافه فاتح ستاير صدره الكل من جاه إنسان فيه فنان مثل الصحافة تقراه من نظرة قبل تنطق إشفاه والعامل يصعب عليه اعترافه لأنه نجم وابعت في عيني من الياه وتحياتي لأخي العزيز محمد العامل أبو أحمد علي الخوار صديقنا وأخونا الجميل الرائع وجه لك هذه الكلمات الحلوة والله يعني أبو أحمد شريك في الأفكار وشريك في المشاريع وصديق والأخ يعني يعني ترهوا بعد عنده صومعة هناك في الشريكة أيضا نعمل الأفكار شركاء في كل المشاريع والحمد لله رب العالمين اشتغلوا بعض أكثر من عمل في العيادة الوطنية الحمد لله رب العالمين وقدمنا بريتات كثيرة الحمد لله الله يعطي الصحة والآفية أبو أحمد اللهم أمين محور مهم في حياة محمد العامري الفنية ألا وهو أعمال صاحب السمو حاكم الشارقة نعم الحمد لله رب العالمين أقدر أختصر يعني أقول حلم وتحقق يعني حلم وتحقق بين يعني أكون مخرج لأعمال صاحب السمو والبداية خلنا نعلق مثلا هنا التدريبات كانت طبعا كل عناصر العرض المشاركين في هذا المكان هذه مسرحية داعش والغبرات المهرجان طبعا مسؤولية كبيرة نعم مسؤولية كبيرة في أن نقدم ما يشرفنا في أن نقدم هذا العمل بشكل مجيز كم مسرحية المهرجان الصحرائي كتب لكم صاحب السمو أنا اشتغلت مسرحية واحد الذي كانت داعش وهو صاحب السمو كتب ثنتي نعم نعم صامو علي في الافتتاح الأول طبعا كتب صاحب السمو كان في الدورة الأولى أنا في الدورة الثانية الافتتاح نعم أنت أخرجت الأصعب الأصعب حتى حتى في الوقت الحمد لله رب العالمين لكن كانت تشهاد من صاحب السمو الضيوف اللي حضروا العمل ووووو مسرحية كتاب الله كتاب الله أيضا كانت أيضا مسؤولية أخرى من المغرب شرف г يعني أنا أقول إن شاء الله مسؤولية كبيرة بأن يصدر كتيب لهذا العمل وأن يكون اسمك مخرج و صاحب السمو ومعلّف في هذا العمل مسؤولية كبيرة طبعا وتحقق الحلم أيضا от brings المغرب أن بمشاركة الأخوان هنا أنت شارك كممثل في مسرحية مسرحية القضية أعتقد القضية هذه صحيح؟ نعم مسرحية القضية طبعا كل معظم الفنان يتشرفوا بالمشاركة في هذه العام وذلك كانت إطافة هذه الأعمال طبعا أسلوب مختلف مخرجين كانوا كبار أيولنا من خارج دول أخراج الفنان الراح القاسم محمد أبو أحمد لما يكون هناك عمل مسرحي من أخراج مخرج عربي كبير ثم تتولى أنت استكمال أخراج هذا العمل والله حدث في النمرود نعم في النمرود الآن مسؤوليتي بأن أقود هذه المسرحية والحمد لله رب العالمين واستكمل الرحلة كانت من أخراج الفنان الكبير المخرج التونسي للمنصف السويسي وتم أسناد المهمة بأن أكمل مسيرة هذه المسرحية في العروض الخارجية العالمية والمسرحية هل تلف في الدنيا الآن؟ نعم وطورها الحين على الأسلوب الإخراجي الذي تم اختياره طبعا الذي كان اختارا لأستاذ المنصف السويسي أنا كمساهمة فنية بأن أحافظ على هذا العمل وأنه يكون حيوي مثل ما هو وأنه يتطور لأن العمل المسرحي هو عمل حي متطور لكن على الأسلوب الإخراجي الذي يتبعه وطوره نرجع مرة ثانية نعلق على ما ستشاهده على الشاشة شو تشوف الآن؟ نادي الشارجة هذا اللي لعب مباراة وحده لا لا وصلت هذه الصورة شي قديمة لا لعبت مباراة وحده هنا طبعا الشاعر ربيع الزعابي حكمنا الدولي خالد الدوخي أحمد ما عندي وقت نعندت كل الأسماع كلهم ونعم فيهم هذا الأخير الأخير بأبو سالم الفنان الراحل هو أبو صلاح نعم غانم الصلاح طبعا تجربة كبيرة مع أبو صلاح صورة مع المرحوم الشيخ حدث يقالد وتكريم طبعا لي كان بعد المهرجان الخليجي هذه الصورة نعم نعم هنا طبعا الفنان علي خميس أيضا موجود في الصورة في فرنسا شباب مهرجان شباب دول مجلس التعاون الثقاوية في فرنسا هو واضح في الصورة طبعا المخلد جاسم جابر الصلاقي محمد بولهول الفنان حسن لاغر قائد الفرقة الموسيقية الشعبية طبعا ومجموع من الشباب كنا في باريس هنا التكريم طبعا من صاحب السمو في أيام الشارقة المسرحية شوف الابتسامة ما أجملها نعم فرحان منكم صاحب السمو شوف كل مشارك كل صعودة على المسرح هناك كلمة شو يقول لك يعني غير يا أخي جرعة منشطة للقادم شو يقول لك تلقائيا تتحمل مسؤولية بأنك تقول أن العمل القادم يبدأ من اليوم أستاذ الفنان طبعا عبدالله المناعي في ستاح المعارض وقاد الله يعافي يا رب نعم هو الأستاذ ويتابع لحد الآن كل أعمالي سمعت هذا كلام ما زال يتابعك نعم يتابع ووجه لي طبعا النصائح ووجه لي يعني ويتواصل وياه يعني دائما مزار الخير الصورة اللي بعدها يا شباب طبعا الوالد هنا هذا والدك الله يحفظنا نعم والفنان جابر نغموش الفنان سلطان نياده الله يعطي الصحة والعافية هذا الإستاذ صفوت زكي يعني أستاذ صفوت زكي لا دور على الصعيد الاجتماعي والعملي وهو معلم لكثير من الأخوان الموجودين في تلفزون الشارقة وإذاعة الشارقة وعلى فكرة كان أيضا كنت أتواصل وياه في موضوع إذاعة الشارقة والأمور والمواد القديمة وتواصلنا بشكل كبير جدا الأستاذ صفوت زكي الله يعطي الصحة والعافية آمين يا رب أخوي وصديقي ياسر سيف شريكي في معظم الأعمال وتقدر تقول المرجع الأكاديمي وياي ياسر سيف طبعاً لبصمات كبيرة في كل معظم الأعمال وخد جوائز كثيرة وياي وشارك معي في معظم الأعمال اللي شاركنا فيها آخر صورة عندي أنا شباب آخر صورة عندي أنا عضو فرقة مسرح الشارقة الوطنية آخر صورة عندي أنا نعم تستاهل بأحمد الحمد لله رب العالمي تستاهل الحمد لله ركتك الشخصية المكرمة يعني هذه صورة من الصور وتكريم من التكريم 28 إلى أيام الشارقة المسرحية بعد مسؤولية تحب مني مسؤولية كبيرة جداً يعني في الفترة آخر صورة عندي أنا أتشرف آخر صورة لي أنا أبو أحمد أتشرف أتشرف أستاذ نادر شعلان تعال أستاذ نادر شغالت هذه الكاميرا ممكن تكرمنا بصورة أستاذ نادر الله يعطيك الصحة والعافية هذا العام يكرم زملاء أهنا فلازم يخي تلمدنا على معظم هذا واحد ننسا تدرك يلا أستاذ نادر طلعني أحلم العامري وسمحت 1 2 لا أنا بنت الكاميرا شكلي لا ما علي خدم غير فلاش خدم غير فلاش هل يظهر موجودة؟ يا السلام عليك يا السلام عليك شكرا أستاذ نادر تسلم إذاك الله خير شكرا أستاذ نادر تسلم أستاذ نادر أبو أحمد هذه هي هدية لك نعم بس نحن نعطي ضيوفنا الهدية ولو أنت مروح يعني 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 تتسلف الدرب لغاية ما تطلع لك الصورة قبل لا أعطيك الصورة خنيها أكتب بس اسم البرنامج حتى تبقى ذكرة طيبة يعني بيننا وبينك أبو أحمد شو مشروعك القادم وحلمك القادم اليوم نحن أمام فرص كثيرة بالنسبة للشباب أيامنا ما كانت الفرص متاحة مثل الحين كثرة الوسائل وكثرة يعني الأمور والتقنيات اللي ممكن ينجزون بأشياء كثيرة لأن في أيامنا يعني نحن مبعد هذه الأيام القديمة يعني في الوسط يعني أن كانت الوسائل قليلة المتاحة أمامنا عشان نقدم المنجز اليوم كل شيء متوفر لكن نبحث عن أصحاب المواهب لأن صار في شغلة في حياة أنا بعدد أن أخذني أكمل هاي الشغلة صار شغلة بأن البشر في هالأيام سرعة التشبع صاير لأن في وفرة في كل شيء صحيح حتى في مشاعرنا صحيح سرعة التشبع من الحب من الأجهزة من الحياة من السفر من الحضور في أشياء كثيرة لماذا؟ لأن هناك قانون وفرة في تشبع لعيبة الكرة صار في عندهم تشبع الفنانين صار عندهم تشبع كأننا نمتد المجتمع الاستهلاكي على كل حياتنا نحذر لأنها توفرت كل هذه الوسائلة توفرت استثل الموضوع الكاميرات موجودة في كل مكان فنصور كل شيء زمان عندنا كاميرا واحدة لا نصور إلا للشيء الذي استحق كان التصوير لذلك نحن دعونا نراجع حساباتنا بأن هذه اللحظات كلها تستحق بأن تأخذ فترتها صاحب المشروع يستمتع في مشروع يقدم لاعب الكرة هو أصلاً أصبح لاعب كرة بين يستمتع ويمتعنا لا يصير عنده تشبع بعد خمسة سنوات صح والفنان أيضاً لا يصير عنده تشبع والإعلامي لا يصير عنده تشبع قدم الجديد وابحث سابحونا أنا طولت عليكم في اللحظة شكراً بوحمد أسعدنا وأخياتنا وما تشبعنا من كلامك الجميل ولا من الإجهازاتك الرائعة ننتظرك أبوحمد لا تغيب وايد هاي هديتنا شكراً جزي شكراً جزي إذن كنا وكانت حكايتنا مع الإبداع والتوهج الفني لعاشق المسرح الجريء الذي نافس المسرح كل جميل في حياة محمد العامري إلى حكاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً من جميع المتاجر الإلكترونية شكراً جزيلاً